ويعني حول ملف القضية الفلسطينية وما يجري في غزة ومحاكمة إسرائيل يعني اليوم في جلساتي الأولى في محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا وإسرائيل أمام المحكمة فبرأيك هل سيتم إدانة إسرائيل عما ترتكف في غزة من جرائم وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني؟ محكمة العدل الدولية يعني من الوظائف الأساسية لها النظر في مثل هذه الجرائم الإبادة الجماعية والتمييز العنصري وغيرها مما يأثر على كرامة الإنسان وحقوق الإنسان وما تعرفت عليه المؤثيق الدولية في قضية حقوق الإنسان وقضية مسؤولية القوة القائمة بالاحتلال من خلال التزويد في قضية الماء والغذاء والأدوية والوقود وكل ذلك وإسرائيل تنتهك جميع هذه الأمور التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية والإدانة من قبل دول العالم أجمع والإدانة حصلت لكن الآن بتقدم دولة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل على هذه الإبادة الجماعية وما رصدته من أفعال وسلوكيات وممارسات وقتل وتشريد وتهجير لأكثر من 2 مليون شخص من شمال غزة وسطها إلى الجنوب والآن هم موجودين قريب الحدود المصرية في مناطق لا توجد فيها أدنى متطلبات الحياة الإنسانية وبالنسبة لمحكمة العدل الدولية نعم هي تساند وتساعد في تعزيز الرأي العام العالمي والرأي لدى صناع القرار في دول العالم للضغط باتجاه وقف إطلاق النار لكن محكمة العدل الدولية هي يعني كهيئة من هيئة الأمم المتحدة يعني قراراتها غير ملزمة ما لم يتبنى هذه القرارات مجلس الأمن ومجلس الأمن على انقسام الدولي في مجلس الأمن بالنسبة مثلا لدينا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أكيد هذه الدول تقف كمحامي الدفاع للكيان الإسرائيلي في مجلس الأمن نرى أن الاتحاد الروسي والصين هي ستدافع عن القرار واستحاول إقراره لكن قضية استخدام حق النقض الفيتو ضد أي قرار في مجلس الأمن يكفي دولة واحدة أن تستخدم هذا الحق حتى يبطل القرار وبالتالي محكمة العد الدولية هي يعني تعزز مطلبية القضية الفلسطينية تكشف فضائع وفضائح الاحتلال الإسرائيلي وتكشف ازدواجية الولايات المتحدة والغرب تجاه القضايا ذات العلاقة بفلسطين الدول العربية الدول الإسلامية لأن وجدنا قضية كيف يتعامل تتعامل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعالم الغربي بشكل عام مع القضية مثلا في أوكرانيا اختلف اختلافا كليا وبالتالي هذه المحاكمة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا هي خطوة رائدة جدا والآن كانت اليوم الجلسة الأولى وهذا العالم كله سيسمع بقضية الجرائم التي يقترفها الكيان والتي يغض الطرف عنها الولايات المتحدة المتحدة ليست فقط جرائم يعني اليوم نتحدث ليس فقط عن إبادة جماعية ولكن استخدام أسلحة محرمة دوليا في مثل حرب كهذه يعني وتستخدم لأول مرة فهل سيتم أيضا المحاسبة ليس فقط عن الإبادة يعني وهذه الدعوة مؤلفة من ثمانين صفحة نعم أنا باعتقد أنه الدعوة راح تكون يعني كل متكامل لجميع السلوكيات العسكرية وغير العسكرية سواء من ضد المدنيين أو ضد البنى التحتية المستشفيات التعليم الطرق الصرف الصحي يعني هذا يعني يسمى إعدام للحياة المعيشية لسكان غزة وهذا كله مخالف للأعراف والأنظمة والقوانين الدولية وبالتالي ستكون ضمن هذه الأحداثية المحكمة التي ستدين بالتأكيد سؤالك الأول كان إدانا نعم ستدين ولكن للأسف الشديد كان هناك أيضا تجربة في قضية المحكمة الدولية عندما تم تقدم لها بشك وقل قضية الجدار العازل ولكن نرى أنها قرارات غير ملزمة ما لم تتوافق الدول على تنفيذ وتطبيقها يعني في سياق حديثك اليوم يعني هل محكمة العدل الدولية مقيدة بقراراتها هي ليست مقيدة بقراراتها أو بأحكامها لكن السؤال يكون هل هي ملزمة للأطراف هل هي ملزمة لمجلس الأمن دون نقاش هنا السؤال وهنا أنا أقول لا هو بالنهاية إذا تم تبني قرار المحكمة من أي من لو افترضنا الاتحاد الروسي أو الصين وتم عرضه لإقراره في مجلس الأمن وتفعيل الفصل السابع لإقرار والضبط وألزام الكيان إسرائيل لهذا ستأتي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتستخدم حق النقض الفيتو وكأنه لم يكن للا البقاء لقدرحت ملزمة الإسدان